فتت اللحمة المفرومة خبز مقلي بصلة مفرومة ايه يا ريز لا قاعدة الساخرة مسائل لما اخذها اختقرتوا البرنامج التاني ما بقدمش برنامج طبخ بس في كلام يعني طموحات طموحات هتصرف هتصرف قرار قضائي في العراق بيخضي بعدم دستورية تحويل الاموال من بغداد الى ايربيل عاصمة اقليم كردستان العراق لتسديد رواتب الموظفين يعني الحكومة العراقية قررت لكردستان انت خلاص كبرتي ولازم تعتمد على نفسيكي وقطعت عنها المصروف طبعا بعد القرار ده الدنيا قامت وما عادتش مع انه في عز ما هي مولعة اجتمع رئيس الجمهورية العراقي بنائب رئيس حكومة كردستان قبل اسبوعين من القرار ده علشان يهد النفوس فالناس قالت يا رب يا كريم وطبعا طبعا زي اي اجتماع بين طرفين عندهم مشاكل في الوطن العربي لازم البيان اللي بيصدر بعد الاجتماع يحتوي على كلام ما يأكلش عيش زي اهمية ترسيخ الامن والحوار ضرورة توحيد الرؤى تثمين لدور فخامة الرئيس يعني الموظف في كردستان اللي قطعته عيشه هيأكل عياله تثمين وفخامة وحوار ولا انتوا بتعملوا اي حوار بس خلونا ناخد الجانب الايجابي من الازمة دي الفائدة المعرفية لانها كانت فرصة دهبية علشان نعرف بقى مين هو رئيس جمهورية العلاقة اصل معظم الناس اللي عارفين اسمه ولا حتى شكله فاكريني ببالغ صح؟ طيب بصوا معايا كده ادي صورته معاكم خمس ثواني تقولولي فيها اسمه ايه وبدون بتستخدمه وجود يلا خمسة أربعة تلاتة اتنين شفتوا محدش عارف طب ايه رأيوكو بقى ان دي اصلا مش صورة رئيس الجمهورية دي صورة رئيس الجمهورية المضبوط ايه لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله انا علي انديله برحب بيكو في حلقة جديدة امان احسا خيرا مساء الخبر اللي جاي ده بقى عن جبران اعظم فلاسفة لبنان مش ده يا جماعة مش ده لسه بنستفتح الحلقة لسه بنستفتح الحلقة الكوبي سيب بتاعته ايوه اه ايوه منور منور عمان فضل 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 جبران باسيل اللي هو نسيب الرئيس السابق ميشيل عون والوريث السياسي اللي نازل تدمير في الورث بتاعه عمل مؤتمر صحفي اتخانق فيه حرفيا مع كل الناس في لبنان من قائد الجيش لرئيس الحكومة الحاكم مصر في لبنان لرئيس طوار المرده ده كان ناس يتخانم على صخرة الروشة جيش بيخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية بياخد بالقوة صلاحيات وزير الدفاع وبيتصرف على هواه بالمليين بصندوق للاموال الخاصة وبممتلكات الجيش يلي بتعيد انتاج نفسه معه رئيس مفكر ولا مرة بالحلول للمشاكل ولقله جلادة وطبعا ما عنده مشروع اصلاحي مبيض ومختلص اموال الدولة واللبنانيين وملاحق من القضاء الاجنبي واللبناني هارب من العدالة تخيل ومجلس ترجع ينزل عمجلس النواب خوفا من انه يتم توقيفه رئيس الحكومة بيطلع قرارات غير قانونية واخرة وضع مدرع عمين بالتصرف دي حلوة قوي وصلت معاه انه انطاقت حليفه الاول وولي نعمته حزب الله اللي جاب عمه اصلا رئيس جمهورية كيف بالاحرى اذا في حدا بيفكره وبيسلوكه ولصى محلة بيقراره ناوي يفرض علينا رئيس جمهورية كده يا باسيل يخصط الفساد والملح اللي بيننا يا باسيل كلكم عم تسألوه ليه يا باسيل بيعمل كده طبعا ما مش لبناني انا بهبل هل نسي ياخد الحبة او حاسس بنقص في المحبة القصة وما فيها ان بعد الصورة واغنية الهيلة هيلة هو والحاجات دي والصخط الشعبي على جبران وعمه باي الكل اه باي الكل اللي رجعوا لبنان لأيام في لينستون تراجعت شعبية باسيل وحزبه بشكل كبير واصبح منبوز من كل الناس حتى من المحزبين اللي كانوا مع عمه من اربعين سنة زي السياسي جوزيف ابو فاضل ما خليتو مين نحن ما خليناه نحن كانوا عم نزقف له وكان ماشي حاله بقى في خير وكان اذا كفه هيك متما خلى عمه يحكم بعقلات عمه مشال عون مش شلوا دماغه لما مشال عون وحط دماغ جبران بيسيل بداله هذا ما بيسير كده يا جبران تشيل دماغ عمك وتحط دماغك ما كانه انت مش عارف ان التبرع بالاعضاء حرام ما بالك التبديل على الصاحي حتى عديله جزء اخت مراته الضابط السابق شامل ركز طب العلاقة منقطعة متدهورة بينكن وبين الوزير جبران بيسيل وخصوصا انه في هذه الملفات اللي ضمنيا انتو عم تتهموه انه هو المحرد ما في علاقة تكون واضح المزيعة بتقوله علاقتك ازاي مع بيسيل قال لها يا حياتي ما في علاقة اصلا وهنا حظوص جبران تراجعت بل اصبحت معدومة بوصوله لرئاسة الجمهورية الحمد لله الحمد لله طبعا نبوس ايدنا والشو دار بسيل علشان ما يشوفهاش كبير على نفسه قال في تصريح سابق انا ازكى من اني اترشح للرئاسة الرئاسة هي اللي عايزاني مش انا اللي عايزها حتى فتشولي انا مني مرشح انا اسكى بكتير من اني اعمل هيك وطبعا كان متوقع ان حليفه حزب الله يجري عليه ويقول له لا بنيز اترشح يا جبران بنيز اترشح يا جبران احنا هنموت من بعدك يا جبران واذا بحزب الله يدعم سليمان فرنجية الخصم اللدود لجبران في ترشيحه لرئاسة الجمهورية فاجبران حس هنا بالخطر فطلع بالمؤتمر ده وهاجم كل الناس بما فيهم الحزب لكن اهم حاجة انه في نهاية المؤتمر طلب من الجميع انهم يتعاونوا معاه علشان يختاروا رئيس توفقي تصلح عليه عملية نقل الدماغ اللي عملها مع عمه قبل كده منوجه دعوة للتلاقي ومنبادر باتجاه اي متعاون ومنتجاوب مع اي مسعب هالاتجاه اما ازا ملقينا نتيجة رح ندرس لاحيا ندرس الموافع على اي مرشح يوصل على اي مرشح بيوصل بشرط وازا ما تعاونوش معاك هتعمل ايه قد افكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية رح فكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مخسارة والربح اللي نكون اقله احتفظنا بمبدأ عقية التمثيل لا 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 شلوه بسرعة انا مبقدرش هستحمل المشاهد دي ايه يا رئيس خبر عجل لا قول قول عادي اه انا فاضي بقدم برنامج انا مش فاهمه عادي انا مش حوار هجرة جماعية من لبنان بعد ترشح باسيل اطلبوا لي وسام كمال حالا في الكنترول حالا يا رئيس اطلب لي حالا وسام اه خارجين بالليل وانسي تأكد عليه ايه يا باسيل ايه يا باسيل انت بتستخدم ترشيحك كتهديد للبنان قد كده عارف انك كابوس الناس بتهرب منه بعدين مش انت اللي قلت انك ازكى من الترشح ليه مصدر طبطي الاي كيو بتاعك اه يا باسيل ليه يا باسيل شباك اليوم شو تفك مع السمينة انت مقرر طبط الاي كيو طبعك اليوم يعني انت مقرر على كل حال انا كل عشان في ربنا انه حاسس بمعاناة الشعب اللبناني وان كل اللي بيحصل ده باذن ربنا هتكوننا تكتو لبنان قوية وجميلة كالعدبل واجمل من الاول عايز اقول حاجة لاصحابي واخواتي في لبنان الامل عمره ما يتوجد في الظروف الصعبة لكن لو الظروف لطيفة وريئة ما يبقاش امل يبقى اطمئنان وانا متأكد ان لبنان اكتر شعب في الوطن العربي قادر يتمسك وينتصر بالامل عندي ليكو بشرة سرة عن اردغان بس مش قصدي سرة قوي يعني لان هو لسه قاعد معانا شوية ونوي يرشح نفسه في الانتخابات مسمي حملته الانتخابية بشرة سرة ده بوتيك بيبيع كل حاجة بثنون ونص زي ما انا بقى بشرين الف ونص ده الوقت سرة بالنسبة ليك يا استاذ يا رجب اشتري مني باشا انت سياستك اتسببت في ازامات داخلية ده غير عدوات خارجية مع مصر ودول عربية بسبب طموحاتك العجيبة انك تبقى الخليفة العثماني ممكن من فضلك ممكن يعني اعرف ايه صورة الهالوين دي ايه دي بيفكرني بالشباب اللي بيلبسوا حاجات غلط في الحفلات التنكرية ويدوب نفسين ويقعدوا بالجلاليب بقى طول الحفلة وبيستغربوا ان مفيش بنات بتكلمهم يعني بخصوص النفسين اردغان طبعا مغامراته دي ما جابتلوش غير ازامات اقتصادية وسياسية ويعاني على الاردغان لما تبهدله الايام لا والله مش الايام اللي بهدلته الاوهام هي اللي بهدلته لان بمرور الايام الكتير فقوى عارف انه مش هيبقى الخليفة في هذه الدنيا المخيفة فجاب وره وغير سياسته وابتدى يعمل مصافحات وتصالحات اما داخليا فقبل الانتخابات تحول رجب طيب اردغان لرجب الطيب اوي الانسان ورش رشة جريئة على الناخبين رفع الحد الادنى للاجور ثلاث مرات في سنة واحدة عمل اعفقات ضربية دعم للطاقة قال مش هيزود كارتة الطرق هيزبط التجار ده كمان هيشين المخالفات غالبا اردغان يعرف حد واصل في برور تركيا طب افرد خسر من الانتخابات هنشوف الوش التاني لا لا ما تزلمونيشي انا مش قصد انه عنده وشين ده عنده ثلاث اربع وشوش يعني اتنينات كده عموما بلاش نتدخل فيه نوايا الناس احنا مين يعني عشان ندعبس ونفصص في البرتقان ما يمكن فاقه ربنا هداء وسبحان مغير الاردغان يا رايس عايز احكيلك الاحوار مرة انت شايفت في الكاميرا صح كنت في حفلة تنكرية الوقت دخل عانينا لابس ايه ايه؟ اه طب ما تقطع عشان احكيلك لا انا عايز احكيلك الله انت كمان عايز تسمع اقول لك دخل بعدين يقطع ومن الاردن وزير اردني سابق بيقول اللي مرتبه ستمائة دينار وبيدفع منهم مية وعشرين دينار مواصلات ليه يشتغل؟ التساؤل ده اطلقه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور في لقاء تلفزيوني الشخص اللي بياخد ستمائة لارة بيدفع مية وعشرين لارة مواصلات في الأورجن ليش يروح يشتغل؟ قبل ما نهزر عشان احنا ساخرة مساءا بالاصول الراجل ده عنده وجهة نظر ومنطق خاصة لما تكلم انه فضل تمانية وعشرين سنة يطالب بوجود سكة حديد تنقل الناس من الشمال للجنوب لما كان شغال في جامعة مؤتة وقال انه استغرب ليه الناس صرفة سبعة مليار على البنية التحتية هناك في العقبة رغم صعوبة الوصول لها اصلا والحقيقة كلامه عجبني في باقي الفيديو كان زريب فيه كلام عن المنطق وتصدير المواهب لبرى الأردن بس خلينا نمسك السؤال الاولاني خالص وتعالوا بقى نهزر شوية اللي مرتبه 600 دينار نلاحظ هنا ان الوزير السابق قرر انه يوجد شخص ما في الأردن بيشتغل اصلا مع ان نسبة البطالة 23% وبتوصل عند الشباب 46% وكمان بيقول 600 دينار يعني اعلى اصلا من متوسط المرتبات اللي هو تقريبا 425 دينار يعني من اولها كده هو بيتكلم عن حالة نادرة في الشارع الأردني والسؤال بيكتمل بانه بيتساءل لما يدفع 120 دينار مواصلات ليه يشتغل اساسا يعني مش عارف سيدتك هو عشان الله مين هيصرف على الحكومة والنواب لازم يشتغل ولو بميت دينار في الشهر اصلا الحكومة يعني هتجب منين 3000 دينار لكل ناقب في الشهر على فكرة يا جماعة ميت دينار دي في الأردن ما تجيبش اكسوجين اقسم بالله انا في نفس يوم تصوير الحلقة دي والله على العظيم تلاتة فاتورة الغاز جات لي 150 دينار احسبوا عكامش كده اكتب دينار أردني جنيه مصري هتفهمين الحكاية على فكرة والغاز بس تخدمه ساعتين تلاتة في اليوم ودرجة الحرارة برر بيت مش رقم درجة الحرارة لأ تشوفها في العدد لأ مش رقم بس خلينا نكون منصفين شوية هو ما كانش بيقلل من معاناة الناس اللي بتشتغل او بيقولهم استقيلوا معالي الوزير السابق كان يقصد ان المساعدات التنموية اللي بتصرفها الدولة كان لازم تتوجه للمواصلات والبنية التحدية بس كده حضرتك مش هيبقى معان فلوس يركبوا لكن برضو معلش خلينا نرجع للسؤال هل من المنطق ان الواحد يشتغل في الاردن ويصرف فلوسه على المواصلات؟ سؤال هنوجهه دلوقتي للاستاذ سلامة سليم عاطل عن العمل وبعيد عن الامل استاذ سلامة شكرا طبعا الاول على حضورك في البداية ممكن تعرف الجمهور بنفسك؟ اه انا سلامة سليم عمري 35 سنة الحمد لله الحمد لله عاطل عن العمل 13 سنة 13 سنة مش لاقي شغل؟ اف يعني شوف خلينا اكون معك صريح مش انه انا ما لقيت الشغل بالمرة لقيت بس يا اخي مدور عالش شغل المناسب اللي هو؟ اه شوف يا عزيزي انا ابحث عن عمل لا يبعد اكثر خمس دقائق مشين عن بيتي لانه بدك تروح مكان عملك عندك ثلاث خيارات يا اما بتركب تاكسي وبتدفع اقل عداد دينارين او بتركب تطبيقات وبتدفع دينارين ونص او بتنزل سيارة عالبنك كل شهر بزيدوا الفائد عليك فزي ما قال معالي الوزير ليش اشتغل؟ يعني لو ما زبط الاقي شغل جريب راح استنى سعر البنزين ينزل طيب لو ما نزلش سعر البنزين؟ بنزله سعر جمرك السيارات طيب ولو ما زبطش يعني ان هما ينزلوا جمرك السيارات؟ بنزله اسعار المواصلات لا انت كده بتصعبها اوي الصراحة اه يا عمام ما كنت هيك انت هلا شايفني بحكي انا موضوع عادي بس بس انا ايه ما لك قول؟ انا انسان قلبه انجرح انا او 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 انا قلت لك ان انا صليت 13 سنة اطلع العمل بس بتعرف انا من كم سنة متخرج يا قنديل؟ كم؟ 14 سنة بعد ما تخرجت على طول لك تشغل امري ما راح انسان شركة الدب الاعور لحماية لانظمة الحماية وكان شغلي بالبيادر وانا ساكن بضاحية الاقصى 17 كيلو متر كل يوم رايح جاي رايح جاي رايح جاي بحكيه ولدم عليش مش مش مشكلين وان توصل على شغلك بوقته اهدى اهدى طيب هو ده كلام الناس العقلين اللي بتعافر يعني اعايزك تبقى فخور بنفسك بس كمل وبعدين بعدين يعني التماسك ارجوك لان انا انا دمعتي قريبة فارجوك يعني وعشان استادة المشاهدين عندنا البونداي قول نزل اول راتب ازكتو طلعتا ليه عديتو ورقة ورقة وهون كانت الصمة راتبي اربعة مئة دينار موصلاتي بالشهر مئتين دينار ليش؟ وانا شغال دعما لقطاع السواجين العمومي في البلد انصدمت صحقت لولت انا ليش بزوب حالي ايه؟ ليش بزوب حالي؟ لا حول علاقات الا بالله يا رب لا حول علاقات البيت طب خد نفسك طيب او غير الطبب عملت ايه طايف في المشكلة دي؟ استقلت واقسمت ما راح اشتغل الا شغل جريب من البيت ومن وقتها الحمدلله انا بدور على شغل بس انا بدور على شغل قصة سواين يا جماعة خد نفسك اه اعمل واحدة كمان قصة حزينة بجد حزينة طيب معلش صديقي انت مفكرتش تنقل على بيت قريب من الشغل؟ اه اه مشكلة المواصلات والتوفير تنقل تنقل على بيت قريب نعم 13 سنة مخطرش على بلك تعمل كده؟ لا استنى 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 هي كده كده مطبلة على دماغك ما انت هتنقل بكام وتأجر بكام ولازم تدفع ست شهور مقدم او سنة كاملة احيانا لا لا انت تمام يا صديقة ما تلاقش ولا انت تمام والله يتب تخلت في صحاتك ورجعنا من الفاصل بس هتكلم في حاجة باي خاوي السراصير والددام ضمن غذاء الاوروبيين بقرار رسمي اقرى الاتحاد الاوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام السراصير المنزلية ويرقاط الدودة القشرية كغذاء لشعوب دول الاتحاد على قد ما الخبر يبان مقزس بعد الشيء او الشيء نفسه اصلا بس هم الاوروبيين يا جماعة بيشغلوا دماغهم برضو هم قالوا احنا بدل ما نخلص على الحشرات دي بان احنا نرشوهم بمبيدات والمبيدات تؤثر على الزراع وبالتالي تؤثر على الانسان لما اكلها ما احنا نختصر كل ده ونأكل حشرات نفسها اصلا الصباح الفل يعني دي هنعتبرها سناكس كده سناكس معاي فيلم والناس لبعضيها وبعدين هو الخبر طبعا مقزس بالنسبة لك كانسان بس انا احب اقولك ان بالنسبة للصرصار الخبر ده كارسة كارسة ودي معلومة عرفتها من صديقي الدحيح ببعات له احلى تحية او اجد على تحية ومبسوط ان احنا زملاء على قناة المشهد سوا عرفت ايه بقى من الدحيح ان الخبر ده كارسة للصرصار مش عشان هيتاكل لا موضوع اكبر من كده عشان للصرصار بيقرف مننا جدا ايوا الصرصار بيقرف مننا رغم ان معظم الوقت بيقابلنا احدى بنستحمى من البلاعة وبعيدا عن السرصير رسالة للصين اظن يعني ان الحشرات افيد من الخفافيش معلش حتى لو بيبهبد يعني اتبعني بقى اقول اي كلام بلاش فكرة ان اي كائن تقابلوه ينزل في مينيو كده على طول على فكرة احنا عندنا في مصر بنعمل كده برضو مش في الخفافيش طبعا بس بندور على البروتين في الاكل الحلال او العدل قدر الامكان يعني ما احنا طول امرأة بنأكل فراخ ولما سعنا بدأ يزيد شوية كده ثلاثة اربعة خمسة عشر اثم 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 تلاقينا عندها رجلين قلنا طيب مايالا رجلين على شوية شوربة احلى بروتين انا بحمد ربنا الحمد لله مفيش اي توافق بيننا وبين الحشرات في مصر الصورة اللي فاتت رجلين فراخ انا فترتها ايد واحدة صاحبتي وانكررانا طب حطتوا اي طلق اظافر كده احمر مثلا اه احمر اه اه ايه والله لوبنا بقى على الساحة طيب إيلون ماسك واضح إن عنده مشكلة مع تراجع ألمة وليد في الكوكب معدلات ألمة وليد تنهار ومعظم وسائل الإعلام تجذب بشأن مشكلة النمو السكان ماسك بقى عامل زي الطنطاط اللي كل شوية تقول للعالم هو ما فيش حاجة جاية جديدة في السكة إشنا وإنت خوان واد؟ في حلقة قبل كده في السخرة مساءنا عندنا واحد من أكتر البرامج مشاهدة في عمرتنا كنت اتكلمت في الحلقة دي عن تعليق إيلون ماسك عن تراجع الموليد في اليابان قلت خلاص هيكن بقى بس إيلون ما شافش الحلقة هو بعد فويس ويعتذر كنت أنا مشغال على واحد ونص عشان بيتكلم ببطء المهم يعني واحد اسمه أندريا ستروبا وده كان شغال هاكر وتاب الحمد لله ودلوقتي شغال في الأمن السيبراني معناها السيبر سيكورتي يعني أندريا نشر صورة تراجع الموليد في إيطاليا ماسك اللي قاعد على السقطة واللقطة يسكت لا رد عليه وقال كده إيطاليا هتخلص لما أنا دعبست بزكائي لحد شوية لقيت أن وزارة الصخة الإيطالية هي كمان حذرت أن البلد بقى فيها 14 مليون مريض بأمراض مزمنة من أصل 58 مليون إيطالي واتضح أعزائي أن الموضوع بيقلب جد بس إيطاليا مين بقى اللي تفيص طب لو فيصت إيطاليا إيطاليا لو فيصت هنوزع التاركة إزاي بالنسبة أنا أقول لكم نوزع التاركة إزاي بالنسبة للعربات الإيطالي مصر مش محتاجة الفيات إحنا كان عندنا أكبر مخزون استراتيجي من الفيورة 132 ده غير إن ما فيش مصري تقريبا مساقش أو على الأل ركب الـ 128 مرة مرة وسام صاحبي في مصر الماية 28 عطلت منه دي برياج باني وحاجة ما فهمش في الماكينيكا راح عامل إيه بقى قلع الكروفاتة وموصلها بالكبوت من الإزاز وفضل طول السكة ينقل بإيده من بره الشباك كده وقدمين يا مطر وشغل أنا حاضر الرئيس حاضر خلينا بقى في العربات السوبر بقى ونرتخب الخيال يعني مثلا إحنا نجيب الفراري أو اللامبورجيني ونطلع لهم رخصة تكسى بيض أنا بقى بالنسبة للأكل أنا جعد أنا هاخد البيتزا لأن الرفاية عدي طبعا في أمهات كتير هتزعل لأنهم بيتعاملوا مع جنت البيتزا نفسي تعاملهم مع اللحمة الضاني معلش يا أمهات انتوا على راسي والله ربنا يعلم بس مفيش بيتزا عشان نقطعها نستخدم أجنة إيه الحلوات الإيطالي؟ لأ دي تروح على سوريا على طول بصراحة القهوة تروح على لبنان تحديدا على بيت الست فيروز مش اللي في كنة طبعا الدور الإيطالي نبعاتهم بقى أي حتة إلا اتحاد الكرة المصري معلش في قلق اليومين دول والنفوس مش صافية أما المافيا 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 نديها على الإيران عشان هما بيحبوا الميليشيات وفي عجل صغير كده اللي هو بيتحط تحت الدولاب عشان ننقله بدون ما نفضيه اللي هو بدي عشان الأوزان الكبيرة دي هنجيب ربع مليون عجلة صغيرة وننقل بورجي بيزا المائل مع بعضينا كده ونضيفه بقى المشروع أبراج بوابة الأردني آه رئيس مين معنا؟ آه آه خليتوا تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومعنا يا سلمة من جامعية مكافحة الإنقراض البشري أهلا وسهلا بيك يا أستاذ سلمة أنت إيه فتحة حضانة ولا إيه؟ لا لا يخيضوا العيال طب اللي هناك دي بنت صح؟ آه ربنا يخلي ربنا يخلي بسانت وإلا على الشبال ده ولا اللي هناك ده فايبر آه أوكي طب نقول مبروك يعني ولا ربنا أنتعك بالسلامة ولا ربنا سامحك على الانفجار السكاني ده بص يا أستاذ علي فضالي أنا وأنا في آخر أيامك ده هون في التاسع بحمل إيلون ماسك المسئولية بتحمليه يا سلمة ده أنت حامل وشايل عائلين على إيدك ده غير اللي سبعين صوتهم حيب أنا قلت إيلون ماسك دوت رجل بإيفهم عنده تيسلا وتويتر وأقمر صناعية آه فأنتي قلت بقى لو جبت سبع عيال هيبقى عندك تسلا ومليارات روح تلبستي في رضعة وغيرات معلش ممكن بس تسكت الطق الأطفال دي يعني فيهم كلهم طيب تفسري بإيه كلام إيلون ماسك عن خوفه من انقراض البشرية بص أنا مبرح وأنا بحضر الكراوية للوزرقم ستة ستة آه عرفت إنه هو ليه عايز اليابان وإيطاليا والعالم كله يخلف كتير يا ريت نورينا بص يا أستاذ علي فضالي الست أم فاتحي جارتي أم فاتحي جارتي أيبا قالت لي إن إيلون ماسك عمل خطة إن الكوكب ده كله يتزحم ويفضل يديء 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 على الناس كده من كتر الخلفة فالناس إيه بقى تفكر إنهم عايزين يسيبوا الأرض فيهجوا على المريخ آه تصدق صح وهو بقى يشغل صفر الفضائية على خط المريخ الأرض يعني هو عايز يلبس العالم في الفجار سكاني علشان يشغل عجل بتاعه لمواغزة يعني أم ليه وهتلاقي كمان مسقع أراضي يما في المريخ وهيطلع بيها إيه بقى مستعمرات بشرية قد كده يا أخوي ده كده مش استعمار بقى ده كده استحمار لا لا أنا مش ممكن أسكت عندك حق يا أستاذ علي افضحوا يا عمهم افضحوا حاضر عنايا أسيب الموضوع ده عليا بنشكر سلمة الغنية بالأطفال وأحب أقول حاجة مهمة وبكل جد أيها العالم بكل أسف بالفعل أنتوا في طريقكم إلى الإنقراض إحنا في مصر لا مية مية لو عايزين نبعت لكم والله نبعت في ثانية لا بلايس ثانية دي تفهم غلط رغم أن أنا ببقى سعيد جدا لما بتيجي الفقرة دي تعارفين طبعا أنتوا شاميتوا الريحتي شاميتوا البرفين المدرية توصل لكم إن هي أخبار في السخان تيك تيك و بتاع بس أنا مش قادر لأن النهاردة عندنا أنا سخان واحد بس إيه ألاجة أخبار في السخان تيك تيك و تيك و تيك أمريكا تنشر مستند حقائق عن العلاقات والشراكة مع مصر أمريكا و حقائق اتنين في نفس الجملة سبحانه علام الغيوب ثانية واحدة يا جماعة عايز أتكلم معاكم و قولكم إيه اللي بيحصل تقفوا الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مصر و شعبها لتعزيز الأمن الإقليمي ماشي وتشجيع المرونة الاقتصادية جملة تقلق بس ماشي وتقوية العلاقات بين الشعبين و معالجة أزمة المناخ و تربزات بينجو بلياردو بقى الله أرحمك عم علاء أحلى تحية الله العظيم ماشي يا أمريكا صحيح إن العلاقات بيننا طلع و نازل بس محدش يقرأ الخير بنسألوا الله التسهيل الله أرحمك عم سامي و عم الشام والله أنا مش محتاج غير إن أنا أقول لكم حاجة واحدة هتقولنا أشرين لا مش شرين نفسها أغنية أغنية يعني أنا مش مبيناله أنا نويله على إيه مش مبيناله خالص عليش يا جماعة مش عايز أروح بقى لأن الناس عمالت بقاتلي رسائل على الإستجرام و فيس بوك وتقولي إزاي السخناية قد سخناها واحدة إحنا متعودين أكبار في السخنش كتبت بقى كتير بس أرزاء إحنا برضو بتشيركم في أخبار إنتوا تشيرونا في أداء يعني الناس اللي بعضيها آخر كلامي ليكو كالعادة ربنا يحل أيامكم كنتشوفكم بكرة إن شاء الله هنا كنت رح في أنا كنت أحمل إيد الوقت أه الحمام اشتركوا في القناة